اكدت صاحبة السمو الملكي الامير سبيكة بنت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله بان الجائزة العالمية تحمل رسالة مملكة البحرين للمجتمع الدولي بان شأن المرأة هو شأن تنموي بامتياز وبالتزامها التام بدعم سياسات وتوجهات العالم للتسريع من وطيرة تقدم المرأة بما يوكب اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 جاء ذلك خلال استقبال سموها حفظها الله في مقر المجلس الاعلى للمرأة بالرفاع لأعضاء لجنة تحكيم الجائزة وهم يمثلون نخبة من الاسماء العالمية في مجال العمل الدبلوماسي والاممي وبرئاسة وكيل الامين العام للأمم المتحدة الدكتورة فومزيلي ملامبو نوكوكا واعربت صاحبة السمو الملكي عن شكرها لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على التعاون المثمر في اطلاق هذه الجائزة وتفعيل اهدافها المنشودة كما ثمنت سموها الجهود التي يبذلها اعضاء لجنة تحكيم الجائزة وفريق العمل بالأمم المتحدة للمرأة في تلقي المشاركات وتقييمها وفقا لمعايير الجائزة وتقديرها لمستويات الدقة والحيادية التي يلتزم بها الفريق المسؤول مشيدة حفظها الله بما تم تنفيذه من برامج وخطط للتعريف بالجائزة على المستوى الدولي والذي ادى الى بلوغ عدد المشاركين فيها الى حوالي 1880 مشاركة من جانبهم اعرب اعضاء لجنة تحكيم جائزة الامير سبيكة بنت ابراهيم العالمية لتمكين المرأة عن تطلعهم لقياس النتائج الطيبة التي سيعملون على تحقيقها من خلال التعريف باهدافها وتشجيع المؤسسات والافراد على المشاركة فيها واكد اعضاء لجنة تحكيم الجائزة بان هذه الجائزة ستكون خير اداة للترويج للممارسات الناجحة التي تعمل على تعزيز التوازن بين الجنسين هذا وعقدت اللجنة اجتماعا خاصا في مملكة البحرين اجرت خلاله تقييمها النهائي لمؤسسات القطاع العام والخاص والاهلي والافراد المشاركين في هذه الجائزة وذلك تمهيدا للإعلان عن اسماء الفائزين بها وناقشت مدى التزام المشاركين بالجائزة بالمعايير العامة للتأهل للفوز بها ومن بينها ابتكار منهجيات وسياسات علمية لسد الفجوات لصالح المرأة في مختلف القطاعات هذه الجائزة معنية بتمكين المرأة بحسب أربعة فئات تتضمن القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والافراد حيث قامت أكثر من ألف جهة بالمشاركة من جميع أنحاء العالم تقع أهمية هذه الجائزة في كونها إحدى المبادرات الهامة لتمكين المرأة وتهدف إلى تشجيع المجتمعات والنساء بشكل خاص لقد استلمنا مشاركات من قبل أطراف تعمل في مجالات مختلفة أعتقد أن مبادرات البحرين خصوصا ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة هي شهود هامة حيث نرى اليوم بأن هناك نساء بحرينيات تشغلن مناصب ريادية بإمكاننا التعلم الكثير من الدروس من تجربة مملكة البحرين وتجارب الدول الأخرى في الإقليم حول العالم هناك أربع جوائز كل ثلاث سنوات جائزة للخطاع العام جائزة للخطاع الخاص جائزة للمجتمع المدني جائزة للأفراد ونحن نأمل أن يؤدي دور الجائزة إلى تحريك المياه الراكدة في المنطقة العربية ونثمن كثيرا لسمو الشيخة سبيك هذه الفكرة ونحيي دولة البحرين لأنها مملكة صاعدة تسعى دائما للتحديث والتنوير وإرساء قواعد المجتمع العصري الحقيقي ترجمة نانسي قنقر